مقرر الارجانيك كيمستري الكيميا العضوية واخر محاضرة في الشابطر السادس وبنتكلم فيها عن الايسرز الايسرز تعرفها بتختلف عن الكحولات ان زرة الاكسوجين بتكون مرتبطة مع زرتين كربون في الكحولات زرة الاكسوجين بتكون مرتبطة مع زرة كربون بربطة ومع زرة هيدروجين بربطة تانية ولكن في الايسرز زرة الاكسوجين بتكون مرتبطة بزرتين كربون الجنرال فورميولة بتاعة الايسرز ر او ار دوت ممكن مجموعتين الكايل شابكين مع الاكسوجين او مجموعة الكايل ومجموعة ارايل زي مثلا ر او اي ار او مجموعتين اروماتيك مجموعتين ارايل شابكين مع الاكسوجين النومانكليتشر تاعة الايسرز عندنا قواعد للنومانكليتشر الايوباك نيم بيتسمى طبقا لاطول سلسلة الكربون خلاص احنا عرفنا الموضوع ده مرتبطة بالايسر وبتاخد is named as alcoxy group السلسلة الهيدروكربونية ممكن تبقى الكايل او الكينايل او فينايل او الكينايل او ارايل الكومون نيم بتاع الايسرز او الايسرز ممكن يكون لها كومون نيم يبتدي بي اسم الالكايل جروب ونتبعه بعد كده بكلمة ايسر لو خدنا مجموعة امثلة عندنا مثلا المركب الاول ده اللي اسمه اسايل ميسايل ايسر مركب تاني اسمه ضاي اسايل ايسر ليه ضاي اسايل ايسر لان مجموعتين اللي شابكين مع الاكسوجين هنا متماسلتين مجموعتين ايسايل فبنسميه ضاي اسايل ايسر عندنا ترشري بيوتايل ميسايل ايسر زارة الاكسوجين شابكة مع مجموعة ميسايل وشابكة مع مجموعة ترشري بيوتايل فيبقى اسمه ترشري بيوتايل ميسايل ايسر وهكذا